وفرة ده خلقك وكده يعني كوب تعاون نعم في بعض كده احنا برضو نعرف فرة من زمان يعني عارفين فرة مزكاتي وكده مو يعرفه من زمان وأنا عرفه برضو بس احنا يعني قربنا من بعد قوي بقى طبيعة الشغل في فرق احنا عادين مع بعض طول الوقت يعني احنا بنوعد مع بعض اكتر ما بنوعد في البيت بكتير يعني طول الوقت طول الوقت طب انت أول ما تعرفت عليهم شفتهم ازاي انتباعهم الغريبة أو اي حاجة في الاول كان كل حد كده بعد عني ومديني بس الفايب الموسيقي والكده لغاية لما عاد ناس انا مع بعض شوية كده موضوع فاك شوية وبتدي ده يبقى فيما بيننا علاقة معينة انا وبوب علاقة معينة وامو علاقة معينة بقيت التيم كله احنا احنا ستاشر حد بيروح في بيت مع بعض مين اتغير اكتر انت اتغيرتلو غيروك هم ولا انت عملت حاجة تأسرت فيهم انا اتغيرت حسنا احنا طبعنا على بعض احنا فيه كده فايب كده معينة حصلت فيه كليك معين يعني هو بحب حاجة جدا في شخصية بوب فقلت حلو ان اخدها كطابع فيها ونفس الحاجة معمو بس جانالي انا مغيرت لا لا زي ما انا حاب لا لا طب كميلي بقى على الابوم بقى اوه وبعدين فيه اغنية اسمها جسوي ملد عن الناس المغتربين سواء حد من فلسطين او من سوريا او كده تتكلم ايه بتقول في بوعدك جسوي ملد اه هي اغنية بتتكلم نص عن الحد وحشة بلده وحشة حببته اه دي اغنية كمان احنا قلنا ايه كده قلت ديفا وقلت كارفان وقلت فيه بتصير الجدل بقى كمان اه بتصير الجدل اه اغنية عن عن البنت السامرة اه وجمال اللون الاصمر اه اه وبنتكلم فيها عن ببساطة خلص عن البس جمال البنت السامرة وكده وفيها حتة بنقول فيها الكنج يا ما غنى عن اللون اه والكنجي كلمني بعد ما عملت الاغنية وكان مبسوط ان احنا قلنا كده وهو من اكتر الناس اللي بتساعدنا من زمان يعني نفسيا دايما كان بيبعت لنا ناس لما نلعب حفلات في اسوان وروحنا له البيت مرة دايما هو بيبقى يعني من الناس اللي في الجيل ده اللي بيشجع لما بيبقى حاجة عجبية لما بتبقى عجبية يعني كده ولو حاجة مش عجبية بيبقى او انها مش عجبية ده مرة